التقت وزيرة التقطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المرشاط مع رئيس بنك التنمية الجديد التابع لدول تجمع براكس ديل ماروسف وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعاقد بجنوب إفريقيا خلال اللقاء أشرت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدما في توسيع نتاق العلاقات الثنائية ما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشركات مع القطعين الحكومي والخاص في مصر من جانبها أشهدت رئيسة بنك التنمية الجديد بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر في يونيو الماضي وأكدت محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية